ترند جديد من حلويات رمضان وطبعا زي ما احنا متعودين اي ترند بيعجبنا بنعمله مع بعض على طول خاصة ان الحلويات دي نزلة بسعر غالي جدا يعني نزلة ب150 جنيه فسعرها مقارنة باقي الحلويات مبلغ فيه شوية هنعرف ليه سعرها غالي كده وازاي نقدر نعملها بحيث ان اي حد مبتدئ حتى في المطبخ يقدر يدخل يعملها بسهولة هقولكم كمان على بداية الاقتصادية واقتراحات تقدروا تعملوا بيها طائية السلطان يلا بينا نعمل طائية السلطان معايا لفة من الجلاش وزنها 400 جرام ومش هتفرق لو الوزنة اقل هيطلع سمك لقطعة اقل بس شوية جبت صانية مقاسة 26 وحددت بيها دايرة كده وهقطع شكل دائري واللي هيطلع بقى واللي هيتبقى من اللفة الجلاش ده ممكن نعمل منه الكشري الحل وهسيب لكم لينك الوصف في صندوق الوصف بنحمصه وبنستخدمه تاني هاخد بقى الجزء ده هحطه في صانية اكبر شوية من اللي هي 26 دي اي حجم بقى عندكم هي الحجم اللي انا استخدمته ده 30 ده هنتهى طبعا بالسمنة وهبدأ ان انا اقطعها مسلسات تقطيعها سهلة جدا انا بفضل ان انا اقطع الجلاش وهو للساني على اساس بيبقى طاري ويتقطع معايا بأشكال منتظمة على عكس لو اقطعته بعد ما يستوي هيتكسر مننا ولو اخدنا بالنا انا ما ورقتش الجلاش يعني ما دهنتش بين كل ورقة والتانية علشان ما زودش الدسم فبعمل ايه بقى علشان يورق معايا بسهولة بسخن السمنة جدا بحيث ان الجلاش يمتصها على طول وده بيساعد على ان الجلاش يورق معايا ممكن تعملوها في اي وصفة مش عايزين تتعبوا نفسكم وتقعدوا تدهينوا بين الطبقات بدأ اخلوا بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط لغاية ما اخد اللون الجميل ده بس ايه شرباط خفيف جدا الشرباط اللي احنا عملنا مع بعض فيه كنافة بالاشطة ابدأ بقى اعمل الحشوة معايا كبايتين حليب كامل الدسم بنزل عليهم بتلك معايا لقبار من النشا ومعلقتين كبار من الكريمة اللباني او الاشطة اللي احنا دايما متعودين ان احنا بنشيلها من على وش اللبن وده بتبقى بديل اقتصادي للكريمة اللباني اقلب النشا كويس قوي علشان بترصي بتحت في الحلة وارفعه على النار دي شبهه الاشطة اللي احنا عملناها برضو في الكنافة بس انا هنا ما ضفتش سكر ولا فانيليا كمان لان احنا هنضف لها حاجات تانية سبتها بقى لما تبرد شوية وهي هغطيها بالنيلون عشان بس ما حطش عليها النيلون وهي سخنة ودخلها التلاجة بغاية ما تبرد تماما اول ما اتأكدت انها بردت خالص ابدأ بقى ان انا اشتغل عليها الحشوة دي فيها بديل كتير جدا طبعا اللي مغالي سعر الحلويات دي هي اضافة زبدة الفوزدق احنا ممكن ما نضفش زبدة فوزدق خالص ولا نضيف حتى طعم فوزدق ولا بودرة فوزدق ولا اي حاجة احنا ممكن نضيف نوتيلا مثلا ممكن نضيف زبدة لوتاس اي طعم احنا حبيين ومرب حليب اي حاجة انا هنا عشان اعملها شبه الجهزة فهضيف معلقتين كبار من بودرة الفوزدق وريحة فوزدق بودرة الفوزدق دي ممكن انتو تعملوا فوزدق كداب مثلا او تطحنوا فوزدق تخلو زي البودرة ضفت كمان لون اخضر غزائي وعلشان اخد اللون الفوزدقي عملنا قبل كده في الايس كريم بتاع الفوزدق اللون الفوزدقي بنعمله بتلتة الوان لون اخضر ولون ازرق ولون اصفر التلتة الوان مع بعض بيدوني لون الفوزدق بالزبط على عكس ان احنا لو استخدمنا الاخضر لوحده بيبقى اللون بعيد جدا عن اللون الفوزدقي فطبعا الاضاءة هنا كمان مش مبينة اللون الطبيعي ليه قريب جدا من اللون الفوزدقي الطبيعي طبعا ممكن ان احنا ما نعملش كل الكلام ده بس اللي احنا لازم بقى نعمله الاضافة بتاعة الكريم شنطي لازم نضيف تلت معالق كبار من الكريم شنطي علشان الكريمة دي تتحول لكريمة يعني ينفع نحشي بيها وبقى مسكة نفسها كده وينفع ان احنا نحشي بيها نحطها بقى في قمع اي قمع عندك وحتى اي كيس تقصيه كده مش مشكلة شايفين بقى الجلاش مورقة ازاي انا طبعا هنا سبته لغاية ما بارد لازم نشتغل فيه وهو بارد علشان الكريمة ما تسحش معايا بصوا شكله كمان من جوة نسبة الدسل فيه من جوة ما بتبقاش عالية وفي نفس الوقت كمان الشربات اللي انا بحطه مش كتير يعني حاجة بسيطة كده على كل واحدة علشان يدي له طعم مش اكتر وطبعا الكريمة احنا مش حطر لها سكر نبدأ نحشي كل واحدة ده بيبقى سهل قوي ان انا احشي كل واحدة كده لوحدة بتحفظ على شكلها شكل اللي احنا شايفينه ده الكريمة دي على فكرة الكمية عملت معايا صنيطين يعني ممكن كمان الجلاش اللي اتبقى ده تكسروه اتدخلوه في الصوان اللي بتاعة الكوب كيك وبعدين بعد ما يستوي تحطوا عليه الكريمة دي ما ترموش اي حاجة هنا بقى الكريمة اللي هندهم بيها الوش معايا نص كباية من كريم شانتي بنزل عليهم بنص كباية من اللبن المتالج لازم اللبن يكون متالج لو انت حتى كمان هتضراب الكريم شانتي بمية برضو لازم تسقع المية جدا وتخليها متالجة ده بيدي معاكي قوام تقيل للكريم شانتي وكمية بتزيد كمان طبعا الكريم شانتي بتاعي هنا خام ما فيهوش اي سكر خالص هبدأ قدهن الوش بصراحة الوصفة الاصلية مش كريم شانتي يعني هما مستخدمين موس شوكولاتة بيضة فده طبعا هيبقى مكلف برضو شوية احنا عايزين نعمل الوصفة بشكل اقتصادي وفي نفس الوقت يطلع طعمها جميل فأنا هنا استخدمت كريم شانتي بطعم الكريمة اللباني بس لازم الكريمة تكون تقيلة علشان ما تسحش معايا على الجلاش الاسباتيولة ببلها مية دايما يبقى معاك كباية كده فيها مية واتبل لي الاسباتيولة علشان ندهنها بالشكل ده لاني لما هصب الصوصات عليها ممكن ان هي تدي شكل متعرق كده مش هتدي شكل منتظم فعلشان كده انا بحاول ان انا اسويها بالشكل ده والمية هتساعد معاكي ان الاسباتيولة ما تلزقش في الجلاش بدخلها التلاجة واسيبها لغاية ما تسقع شوية معايا هنا بقى زبدة اللوتس او ممكن تستخدمي نوتيلة ممكن تستخدمي مربحة لي برضو اخدت حوالي اربع او خمس معالق من زبدة اللوتس وحطيت عليهم معلقة من الزيت لازم الزيت يكون نوعه كويس ودخلتها المايكرويف ممكن احنا نحطها على حمام مائي لو ما فيش مايكرويف مش مشكلة ابدا بحطها بقى على الكريمة بعد ما الكريمة ما سقعت وهي كمان تكون بردة زبدة اللوتس تكون بردة علشان ما تسيحش معايا طبقة الكريمة بنزل بيها بالشكل ده طبعا على حسب كمية زبدة اللوتس اللي انتوا عايزينها لو ما بتحبوش طعم باللوتس عندكم بداية كتير جدا ممكن تستخدموا صوص الكارامل اللي احنا عملناها برضو قبل كده في الأشطوطة أي صوصات جاهزة كمان تقدروا تستخدموها تكون انتوا بتفضلوا طعمها الحقيقة زبدة الفوزدق سعرها مبالغ فيه جدا فانا كان ممكن ان انا استخدم زبدة الفوزدق على الكريمة لكن انا حسيت ان السعر مبالغ فيه فحبيت ان انا اقدم لكم اي افكار بسيطة تقدروا ان انتوا تدخلوا المطبخ وتعملوها وحتى كمان مش شرط ان انتوا تزينوها بالفوزدق او بودرة الفوزدق ممكن اي مكسرات او كمان ممكن ما تزينوهاش خالص بس انا حبيت ان انا يعني اخليها شبه الجاهزة بحيث ان احنا نقدر نحنا نعملها بسهولة بتكلفة بسيطة لو حسبتوا التكلفة اللي احنا عملنا بيها هتلاقوها مفيش اي وجه مقارنة بينها وبين الجاهزة بس برضو ارجع واقول ان الجاهزة اكيد هما مستخدمين فيها الاسعار غالية جدا بصوا شكلها جميلة ازاي شايفين شكلها من جوة متورقة وجميلة اوي عايز اقولكم ان الوصفة دي لما بتقعد لتاني يوم كمان بتبقى طعم الجلاش كأنه ملفية فعلا جميلة جدا لازم تجربوها وان شاء الله هنقدم وصفات جديدة بازن الله الفترة اللي جاية لا تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته